موسيقى خارجية على حسب السوق الخارجية والارتفاع للأسعار الأولية ولكن كان الارتفاع اللي كان في منتجات يعني ديال البلاد مغربية وهذا هو اللي ما ما تفهمش للمستهلك المغربي وكذلك ضرب القدرة الشرائية في الصميم ديال ديال المواطن المغربي وزاد المعاناة يعني ديال ديال كورونا على هذا لمعاناة ديال الارتفاع للأسعار لأنه في الحقيقة في أكبيرة من المجتمع المغربي ضرات من الوباء ديال كورونا فإذا بها تستضم بارتفاع بوباء منتع الأسعار لأنه ارتفع بواحد شكل ليه وكبير واللي ما بقيتش هذا بالملاحظ بأنه ما بقيتش شي مادة لما عرفتش للارتفاع يعني جميع المواد الاستهلاكية عرفت الارتفاع بدات يعني بالمواد ديال البناء دازت للمواد ديال النجارة ثم عرفت يعني المواد الاستهلاكية الأساسية يعني المواد الغذائية عرفت الارتفاع وحنا كما تنعرف بأنه داخلين على شهر رمضان شهر الغفران وكايني مجموعة ديال ديال ناس اللي الضرات من هذا الارتفاع هذا واللي ما بقى عندهم يعني لا لا قوة لهم باش يوجهوا رمضان نتمنى من الحكومة باش تدير تدابير اللي تكون في صالح ديال المستهلك المغربي والتاخد العبرة من المبادرة الملكية إنه كيني مجموعة ديالاليات اللي تقدر الحكومة تدير بهم وتدبر بهم هذه الأزمة ديال ارتفاع الأسعار واللي عادي يرجع في الأخير بالخير على المواطن المغربي لأنه أصبح مواطن اللي هو مغلوب على أمره وحتى الطبقة المتوسطة اللي كانت تتعيش واحد شوية وتتدخر واحد شوية فهي أصبحت كذلك من الطبقة الفقيرة ماشي يعني بخاطرها ولكن رغما عنها نظر الارتفاع الأسعار الجمعية المغربية لحماية التوجه المستهلك بجهة من ركش أسفي ومن ضوية تحت لواء ديال الجامعة المغربية لحقوق المستهلك فالجمعية كانت خدت مجموعة ديال 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 منها يعني الإصدار بلاغات وإرسال ومراسلة الجهات المختصة من أجل دق ناقص الخطر على الارتفاع ديال 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 المغربي طبعا تحنا في الجمعية فتنقوم دائما بالتحسيس ديال المواطنين يعني كيف ما تنعرف بأنه الارتفاع ديال الأسعار تخلق لنا واحد الموجة أو واحد طرق تطور ديال الغش يعني الإنسان تولي يقلب على المسائل اللي هي رخصة ولكن هو راه تيمشي يدرسه لأنه هذا اللي تشري تكون إما مقلاد إما منتهي الصلاحية إما فاسيد إما كذا فهنا الدور ديال الجمعية هو القيام بالتحسيس للمواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحضر من أجل شراء المنتجات اللي هي مصادق عليها